وصلني في الفترة الاخيرة اسئلة كتير من اعضاء القناة ورسائل كتير بتسأل عن طريق التوصيل مدخل الشحن بتاع الصاعد لانه عنده صاعد فكه جي يجرب البطارية فلقطعت منه الاسلاك ومش عارف يوصلها ازاي وبرضو وصلني برضو رسائل تانية كتير بتقولي ان هو حاب يغير دارة الشحن ومعرفش يركبها وتقطعت منه الاسلاك ومش عارف مكانها فين وركبها بطريقة غلط وضربت منه وعملت منه قفلة وشرط وهو مش عارف يوصلها ازاي وزي ما تشايفين انا في عندي صاعكين في صاعك امريكي وفي صاعك تاني اللي هو 928 الصاعك ده صاعك منتشر جدا في الاسواق الصاعك ديت لها دوائر شحن زي ما انت شايفين كده هو كمداخل الشحن بتاعتها مدخل الشحن ولمبة الاشارة مدخل الشحن ولمبة الاشارة وفي صاعك تاني اللي هو بيرطلع منه الفيشة ويخش منه الفيشة وبرضو في نفس دارة الشحن هي هي موجودة بنفس المكونات الداخلية ولكن تختلف طريقة الشحن بتاعتها عن طريقة الفيشة الخارجية اللي بتخرج منه وتدخل فيه هنا بتوصل الفيشة في الشحن ووصل الفيشة كده علشان خاطر اشحن الصاعك لمبة الاشارة عندي هنا بتنور بتعرفني ان الصاعك بيشحن ولو انا وصلت الفيشة دي على الصاعك التاني لمبة الاشارة برضو بتنور عشان يعرفني ان هو البطارية بتشحن فاحنا النهاردة هنتعرف ازاي نوصل دايرة الشحن دي ونركبها من اول وجديد خالص لو احنا ما نعرفش ازاي نوصلها وازاي نركبها في البطارية عشان تشحن البطارية وتشحن البطارية من جديد بعد ما تفصل او تتقطع مننا او ازاي نغيرها بواحدة تانية جديدة ونركب الجديدة ازاي ونتعرف على الاماكن والاسلاك واطراف الاسلاك فين نوصلها وفين نركبها هتعرف مع بعض النهاردة في الفيديو دوت على طريقة الشرح بتاعة دايرة الشحن دي بالكامل تبع الشرح لانه مهم جدا واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة واهلا وسهلا بكم في قناة التكنيجر في القناة الحديثة معاكم المهندس هاني ازاي ما احنا شايفين كده انا جبتلكم مكونات دايرة الشحن اللي هي بتركب جوه قلب الصعق وهنركبها مع بعض النهاردة ونخليها تشحن البطارية وزاي ما اتشايفين هي مكوناتها بسيطة جدا عبارة عن لمبة دي لمبة ليد صغيرة وطبعا اي لمبة ليد ممكن نركبها لو احنا عندنا لمبة ليد من الكبيرة برضو مفيش مشكلة هي هي بس احنا هنركب اللمبة ليد ديت والمقاومة ديت اتنين ميجا اوم المقاومة دي اتنين ميجا اوم لو حبيتش شريها هي امتها اتنين ميجا اوم هنركبها في اي طرف من اطراف اللمبة مش هتختلف معانا هنا هنا مش مشكلة لان احنا هنركبها على الطيار الاي سي اللي هو الـ 220 فولت وهي هتدينا بس اشارة ان فيه كهربا دخلة للصعق تمام؟ وهه احتاج كمان حتتين كابل سلك عشان ايوصلهم بين انطرة البريج ومدخل الشحف واللمبة هنبدأ كده نوصل اول حاجة هنبدأ نوصل اللمبة في مدخل الشحف ونبدأ نلحمها بعد كده هنوصل السلكتين دول من كده انا وصلت مدخل الشحف مع لمبة الاشارة اللي هي بتبقى جانبه منه على طول اللي هي دي اللمبة دي صغيرة دي هتبقى بالوضع ده كده لما انت شايفين وطبعا كده انا لوصلت هنا دلوقتي الـ 220 فولت اللمبة دي هتنور لان انا كده اعتبر وصلت اللمبة اللي هتعرفني اذا كان فيه كهربا داخلها على الجاك ولا لا يعني اذا كانت انا موصل فعلا في الشاحن والشاحن بيشحن ولا لا لما انت شايفين كده اللمبة نوارت ايه لما انا كده ركبت اللمبة الاشارة لتعتيج الانتظام قلت لكم ان المقاومة دي 2 ميجا اوم واللمبة رجب الطرف على طول على مدخل الشحن والطرف الثاني وصل في المقاومة ووصل في اللمبة تمام ودي السلكتين اللي هم بيطلعوا الـ 220 فولت اللي هوصلهم في انطارة البريج او انطارة الموحدات اللي هي دارة التوحيد وليها اربع اطراف فيه زي من شايفين كده هوت فيه ثالب وموجب وفيه اعلامة الطيار المتغير الـ AC علامتين هم زي بعض زي مكت البحر كده يمين وشمال دي دخول الكهربا وهنا خروج الكهربا هتطلع لي هنا موجب وهنا ثالب انا هتدخل الكهربا من هنا EC هتطلع من هنا DC تمام وهناعرف ازاي نوصلها مع المكاسف البلوستر او المكاسف السراميكي اللي هو ربعمية فولت اهو ده مكاسف امتو ربعمية فولت وده تاني واحد تاني اهوت امتو ربعمية فولت على اا ستمية اربعة وثمانين هنتعرف ازاي نوصل المكاسف دوت في الساعة اهو ستمية اربعة وثمانين تمام هنعرف احنا هنستخدم واحد بس والمكاسف ده اه مستو ان هو بيخش الميتين وعشرين يوم يخنق الكهربا ويطلعها طيار بسيط خالص علشان خاطر يقدر يشغل به شحن البطارية طبعا الدايرة دي انا بعتبرها دايرة عقيمة ولكن هي منتشرة في معظم الصواعق عشان كده النهاردة احنا بنعمل بها فيديو ازاي نوصلها وازاي نركبها بشكل صحيح بحيث انها متبوضلناش الدنيا وتحرق لنا البطارية ازاي ما تشايفين كده هو دي دايرة انطارة البريتش الاتنين اللي هم عليهم الدخول الاسي هركبهم في المكاسف هركب واحد بس في المكاسف هتني كده طرف المكاسف لفوق كده من نفس الشكل دا كده تمام وهاجي كده على الطرف الاولاني دا واركبه في المكاسف طريق دي انا وكده وصلت طرف مهوت ناخد بالنا بقى كده ازاي ما انت شايفين في طرف اوه وطرف تاني انا موصلتوش انا في عندي هنا طرف وهنا طرف انا واحد هنا عملت مشترك ما بين انطارة البريتش على العلامة اللي هي بتاعت الدخول الطيار الاي سي والفردة التانية سبتها موصلتهاش مع فردة المكاسف السراميكي موصلتهاش برضو عشان دي اللي هركب فيها السلكتين دول اللي انا هركبهم في الكهرباء اجيبي الفيشة بتاعتي اللي المدخل الشاح وهبدأ اوصل بسلكتين واحدة على تعالوا بقى نشوف كده مع بعض يبقى انا كده وصلت ادي دايرة الشحن فردة واحدة وصلة من دايرة الانطارة بتاعة البريتش او دايرة التوحيد في فردة المكاسف مشترك وملحمة فيها الفردة التانية حرة وصلتها في سلكة من سلوك بتاعة الفيشة والفردة بتاعة المكاسف اللي باقية انا عندي فردة لحمة ايه والفردة التانية دي وصلتها في مدخل الشحن في الفردة التانية مدخل الشحن اصبح بالطريقة دي دا ما انت شايفين كده بالطريقة دي تمام دا ما انت شايفين بالطريقة دي كده انا هوصل كده كهرباء هتخش هنا هتتخنق عن طريق المكسف ده. وتخش على انطارة البرج هتطلع من هنا طيار موجب وسالب. طبعا انا هنا هيطلع عندي موجب. عندي علامة الموجب ايه? هيطلع عندي سالب من علامة السالب ايه? طب كم فولت بيخرج من الدايرة بعد بقى عملت الطريقة دي? بيخرج مع الاسف بيخرج لغاية 30 فولت وممكن اكتر من 30 فولت. طب البطارية عندي زي ما انتم شايفين كده اربع بطاريات واثنين مع بعض بيشكله اربعة وتمانية من عشرة فولت. البطارية واحد واثنين من عشرة فولت. وكل بطارية من الاربعة دول واحد واثنين من عشرة فولت. يبقى ده واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنين. يبقى في المجموع بتاعهم اربعة وتمانية من عشرة فولت. يعني في حدود الخانسة فولت. طب انا عندي هنا الكهربا طلع عالية قوي. عتطلع حوالي اكتر من تلاتين فولفت. طب ايه اللي بيخلي تحكم الكهرباء هي البطارية. طول ما البطارية وصلة في الدايرة طول ما ما فيش كهرباء ديها دي هتخش على السعق. عشان كده اقصى وقت الشحن البطارية بالدايرة دي بيكون من ساعتين لتلات ساعات بالاقصر. يعني انت لو حطيفه في الشحن مش اكتر من ساعتين لتلات ساعات شحن وتصيله من الكهرباء وتخلي بالك انك ما تنسهوش في الكهرباء ولا هيبوز. عشان كده انا محبش دائرة الشحن ديها توعملنا تعديل دائرة الشحن في القناة اللي هي تعديل دائرة الشحن بحيس ان احنا نشغل البطارية على ادوتر ستة فولت بدل ما نشغل على الدايرة دي. زي ما اتشايفين كده هجيب سلك تاني. نعبق عشان اوصل البطارية بتاعتي. هجيب كده حيط السلكة. ممكن اجيب سلكة بلون تاني. زي ما انتشايفين كده اجيب سلكة سودة. عشان هميز اللون سالب. وسلكة تانية عشان الموجب. وهبدأ بقى كده باتهاء الزير. اجي هنا انا عندي هنا علامة السالب ايه? اوصل السالب هنا. واجي هنا. اوصل الفرد التانية دي في الموجب. انا كده عندي موجب وسالب او. ابدأ اوصل بقى طرف الموجب ده في البطارية والطرف السالب ده في البطارية. ندلوه كده نقطة الزير. لانا كده وصلت تدارية الشحنهية بتاعتي. لما انت شايفين كده هو. بنفس الشكل كده وبنفس الطريقة. المدخل وصل على المكسف انطارة البريدش. طلع من انطارة البريدش فيه علامتين موجب وسالب. كل العلامة الموجب بتوصل في الموجب وعلامة السالب بتوصل في السالب. بعد كده اجيب الكهربا. ووصل الكهربا في المدخل بتاعي. زي ما تشايفين كده اللمبة من ورا هي. والبطارية هتبدأ تشحن معايا. هتبدأ تشحن معايا. ونستنى عليها كده مثلا في حدود ساعتين ونرجع لها لنقيها شحن. طيب. هنسيبه كده شوية ونرجع له بعد شوية نشوف البطارية شحن صلى. البطارية دي اصلا انا مركبها فضية مفاش اي شحن. كده بعد مرور ساعتين هنبدأ بقى نفس دايلة الشحن بتاعتنا. ونبدأ ان نشوف البطارية شحنة قدية. طبعا البطارية الواحدة من دول واحد اتنين من عشرة فولت ودول اربع بطاريات يعني اربعة وثمانية من عشرة فولت. المفروض ان هي تشحن لغاية خمسة فولت او اربعة وثمانية من عشرة فولت. دي ما تشايفين كده هي شحنة خمسة وخمسة من عشرة فولت يعني. ما تشايفين كده احنا هحطيني الابوميتر على وضع الاياس تاع الفولت. البطارية شحنت معايا هي خمسة وخمسة من عشرة فولت يعني اكتر من خمسة ونص فولت شحن بتاعها. طيب. دي دارة الشحن اللي هي بتبقى موجودة جوه قلب الصاعك. وعرفنا ازاي توصلاتها وازاي نقدر نراكبها لو عندنا صاعك والاسلاك بتاعت وعطعت او اا فصلت. يا ريت اللي مشتركش في القناة يشيرك في القناة ويضغط زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهات الجديدة. ان شاء الله انا هنزل لكم دايرة تانية للشحن برض البطارية بس الدايرة التانية بقى امان اكتر من دي. لان الدايرة التانية اللي انا هعملها لكم هيبقى فيها اا مكسف تنعيم. وكمان اا حماية للبطارية انك انت ممكن تسيبها في الشحن وتنام وما يجرلهاش اي حاجة وتشحن شحن مزبوط جدا وما حصلش اي مشكلة. فيه تعديل الدايرة ديت احنا هنعمله في فيديو جاي ان شاء الله. ولو انت مش مشترك في القناة شارك في القناة وفعل دي الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهات الجديدة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع.